اشتركوا في القناة البحار هربا من الازمات المتصاعدة في بلدانهم وان المجتمع الدولي من حل ازمات تلك الدول وهل هناك بدائل دولية يمكن ان تقدم للبلدان التي تعيش عوبها في ازمات سياسية واقتصادية خانقة وكيف تتعامل السلطات اللبنانية مع موجة الهجرة التي تنطلق من سواحلها وما طبيعة الطرق البحرية المؤدية الى اوروبا والتي تنطلق من السواحل اللبنانية كما نتسأل ايضا في هذه الحلقة كيف ينظر الاتحاد الاروبي لقيام دولة من اعضائه باغراق مراكب اللاجئين او قتلهم او تركهم في عرض البحر وهل من جهة تحركت حيال هذه الانتهاكات بحق طالبي اللجوم هذه الاسئلة وغيرها سأناقشها مع الضيفين الكريمين هنا في الاستيديو استاذ القانون الدولي الدكتور طارق شندب ومن بريس الاكاديمي والبحث في العلاقات الدولية الدكتور صلاح الدين القادرية نتابع هذا النقاش بعد التقرير التالي هنا قبالة السواحل محافظة طرطوس غربية سوريا انتشلت عشرات الجثث في اخر حادثة غرق لمركب مهاجرين من جنسيات مختلفة بعد خروجهم في رحلة البحث عن حياة افضل وزارة النقل السورية نقلت عن ناجين قولهم ان القارب غادر من منطقة المينيا شمالية لبنان يوم الثلاثاء وعلى متنهما بين 120 و150 شخصا متجها الى اوروبا وزير الاشغال والنقل اللبناني علي حمية اوضح ان جهات معنية في لبنان تنسق مع الهلال الاحمر السوري للاتفاق على الية لنقل جثامين الضحايا الى الاراضي اللبنانية يعني هو من راي يعمل نزهة براه ما راي يكذر ما راي يعمل بكاند رايح حلمه انه يحطوا ليده بمدرسة حلمه انه يطعميها الولاد حلمه هذا حلمه ما حلمه يحمل جنسية لا بدنا ناكل ونشرب ما بدنا شير الجيش اللبناني اعلن ايقاف ثمانية اشخاص مشتبه بقيامهم باعمال التهريب ولمحاولتهم شراء مركب للقيام لاحقا بعملية تهريب اشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية رحلة المهاجرين هذه التي انطلقت من لبنان تعد الاسوأ من نوعها حتى الان من حيث عدد الوفايات اذ يدفع الاحباط من الوضع الاقتصادي في البلاد الكثيرين لركوب القوارب المقتضة وغير الامينة في اغلب الاحيان املا في الوصول الى اوروبا ندا عزيزي تيريتي عربي اجدد التحية للضيفين الكريمين واستهل هذا النقاش مع ضيفي هنا في السيديو الساد القانونة دولي دكتور طارق شندبياني دكتور طارق بين مطرقة العوز الى حياة افضل وسندان امواج الموت التي تعترض من يريد ان يركب البحار ليحقق حياة افضل الى شواطئ اوروبا في هكذا ظروف ما الذي يمكن ان يقال في هذا المقام وما هو اللوم الذي يوجه للحكومة اللبنانية سيما ان ما تعرض له القارب انطلق من السواحل اللبنانية وبجنسيات مختلفة للأسف هذا ليس القارب الاول ولا ان يكون القارب الاخير الذي ينطلق في رحلة بحث عن الحرية بحث عن نقمة العيش بحث عن الغزاء بحث عن الطبابة التي ينشدها هؤلاء اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين وكل من هو مقيم في لبنان نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لبنان كان حتى منذ سنتين هو سويسرا الشرق الاوسط تقريبا وكان هو موطن لجوء لكثير من الجنسيات الاخرى مثل الفلسطينيين والسوريين حتى الايرانيين والعراقيين ما الذي حصل؟ ما الذي تغير؟ الانهياب الاقتصادي الكبير يتجد الفساد المستشري في لبنان جعلت الناس تبحث عن الغذاء لا يمكن أن تصدق أن هناك مستشفيات لا يوجد فيها بنج لا يمكن أن تصدق أن هناك صيدليات لا يوجد فيها دواء حتى البندول في بعض الأحيان الناس تنتظر في الصفوف لتعبئة البنزين الصيدليات كذلك الأمر حتى على الأفران انخفطت كيمة العمل اللبنانية بحوالي 95% من قيمتها سرقت أموال المضيعين من البنوك والنتيجة هذا الذي نراه الآن حتى اللبناني صار يبحث عن مكان يخرج إليه يفضل أن يموت في البحر ويعرف حجب المخاطرة ويخرج وهناك سبب أساسي كذلك لم تذكره كل وسائل الأعلام وهو مهم جدا فيما يتعلق بهذه أن السلطة اللبنانية دكتور طارغان يسمح لي الإضاحة أكثر فيما يتعلق بهذه الموجة التي بدأت تزداد من لبنان تحديدا يعني من يقف وراء ذلك من يؤمن لهم تلك القوارب الطرق المؤدية العمليات البحرية التي من خلالها تنطلق إنجاز التعبير قوارب ومراكب الموت نعم سأجيبك مباشرة ولكن لنقطة أساسية أنه لا يمكن لأي لبناني الآن أن يحصل على جواز سفر ليسافر إلى الخارج إن للطبابة أو لأي غرض آخر إلا بعد حوالي سنة ونصف من تقديم طلب إلا بعد إذا كان لديه واسطة معينة وهذه لا تحصل حتى في أفقر دول العالم لماذا لا أحد يعرف بحجة جواهية وهذا ما دفع الكسيمة من للخروج في البحر مثلا اللبناني الذي يخفش في البحر قاصدا مثلا تركيا على سبيل المثال هو اللبناني يستطيع أن يدخل إلى تركيا بدون فيزا ولكن ليس لديه جواز سفر السلطة لا تعطي جواز سفر هذا من أحد الأسباب التي خرجت تدعو الناس لخروج في البحر من المسؤول؟ الدولة مسؤولة هي التي دفعت بالمواطنين إلى هذا المستوى من التفكير لكي يخرجوا هم وأطفالهم ويموتوا أطفالهم أمامهم لكي يجدوا مسكنا ومأمنا من يقوم بهذه العمليات أكيد هناك عصابات وهذا عمل غير شرعي بالأصل وإن كان اللجوء هو حق لأي شخص إذا كان هناك أسباب ولكن أن تخرج الناس بكوارب غير مجهزة هذا عمل غير شرعي هذا عمل غير قانوني السلطة الأمنية مقصرة شواطئ لبنان ليست بالطويلة حوالي 200 كيلومتر يمكن ضبطها المهربين معروفين للأجزاء الأمنية وهذا الأمر سهل على الأجزاء المياه أن تضبطها وبخاصة في لبنان ولكن نحن في دولة شبه منهارة سياسيا اقتصاديا أمنيا أتوجه إليك دكتور صلاح فيما يتعلق بهذه الموجات التي بدأت تظهر أكثر منذ قبل في لبنان تعديدا قراءتك للمؤشرات والدلالات من ازدياد هكذا موجات تتوجه إلى القرى الأوروبية بداية سيدي دعني أنظر إلى المنظور بمنظور أكبر منظور كلي لهذه الظاهرة بداية أن الحالة اللبنانية هي حالة تنعكس على العديد من الدول التي هي الدول المنطقة أو الدول العربية نحن نعرف أن موجات الهجرة هي مثلا في البحر الأبيض المتوسط كذلك تنطلق من شمال إفريقيا وكذلك تنطلق مثلا من ليبيا من سواحل الليبية وبعض السواحل الممكن الجزائرية والمغربية والتونسية نفس النظام ينطبق كذلك على الحالة اللبنانية إذن أن هناك إشكالية داخلية و هناك إشكالية خارجية الإشكالية الداخلية أن هناك غياب أو انهيار شبه انهيار للدولة في بعض المناطق مثل الذي يحدث الآن في تونس من انهيار اقتصادي ومن دبيا الآن من عملية الانسدادة السياسية أو الذي يحدث في لبنان الآن هناك عملية اغتيال للدولة اللبنانية من طرف الطبقة السياسية الفاسدة داخلية وبعض الدول الإقليمية التي هي مشاركة في هذا الأمر الأمر الثاني أن كانت هناك محاولات في العالم العربي منذ سنة 2011 عن طريق نهضة شعوب عربية عن طريق الربيع العربي حاولوا أن يصنعوا نموذجاً ديمقراطياً يجب أن لا ننسى أن الطبق الفاسد في هذه الدول التي أوصلت الآن إلى هذا الانهيار الاقتصادي وهذا الانهيار السياسي لكن كان بدعم من الدول الغربية. الدول الغربية شاركت مع هذه النخب الفاسدة وهذه النخب الغير ديمقراطية والتي لا تؤمن بحقوق الإنسان في العالم العربي في الانقلاب على هذا المشروع الذي قاده تعقدته الشعوب العربية من المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر ووصولاً إلى سوريا واليمن. هذه الشعوب حاولت أن تصنع ديمقراطيتها وأن تصنع هذه الدولة. دولة حقوق الإنسان ودولة المواطنة ودولة العيش بكرامة. لكن الدول الغربية ساهمت مع هذه النخب الفاسدة في إجهاض هذا المشروع الديمقراطي وهذا الذي وصلناه اليوم. اليوم الأوروبيون يشتكون من هذه الموجات التي هي موجات الهجرة الغير شرعية. لكنهم يعلمون جيداً أنهم أجزاء من هذه أحد أكبر المسؤولين على هذه الظاهرة. لأنهم يدعمون أنظمة فاسدة في المنطقة العربية وفي العالم الثالث. التي تصنع نماذج ومجتمعات تدفع الناس إلى اليأس وتدفع الناس إلى الخروج. واتخاذ قرار الموت. وإن كان نسبة النجاة أو احتمال النجاة 1%. إذن الإشكالية مزدوجة. هناك نخب سياسية فاسدة داخل هذه البلدان. ولكن هناك كذلك أنظمة غربية دعمت هذه النخب السياسية وساهمت معها في الانقلاب على خيارات الشعوب ومحاولات الشعوب أن تصنع نماذجها الديمقراطية. لو نجح الربيع العربي حقيقة. لو نجحت الديمقراطية حقيقة. لو أصبحت المؤسسات في هذه الدول هي مؤسسات تمثل السيادة هذه الشعوب. وتدافع عن حقوق هذه الشعوب. وتصنع نموذج اقتصادي إنتاجي. يُعطي الحق في السكن. والحق في الصحة. والحق في التعليم. وفي الحق كذلك في العيش الكريم. ما كانت هذه الشعوب. لا يوجد إنسان يريد أن يخاضر لحياة وحياة زوجة وأولاده. بعدا عن ممارساته وسياساته. تلك الدول الغربية التي تحدثت عنها. ماذا عن المنظمات الإنسانية الدولية. سواء كانت حكومية أو غير حكومية. في مراقبة ما يتعرض له أولئك طالبي اللجوء. الذين يبحثون عن عيش كريم. تحديدا هذه الفترة في لبنان. هل من مراقبة يجب أن تفرض على هكذا رحلات؟ بالنسبة لي. أنا أرى أن المنظمات الدولية تحاول. أنا أرى فقط تقرير منظمة يوم الرايتس ووتش. في شهر مارس الماضي. شهر ثلاثة. حينما قامت بتقرير قوي جدا ضد اليونان وضد وتحمل الاتحاد الأوروبي المسئولية الكبرى. لكن هذه المنظمات تملك سلطة التحقيق. هي تملك سلطة إثبات أشياء وإثبات انتهاكات تحصل في حق اللاجئين وطالبي اللجوء. لكن هي لا تملك السلطة أن تفرض على هذه الأنظمة. هي أصدر التقرير في شهر ثلاثة يبين على أن طالبي اللجوء. مثلا الذين ينتقلون بين تركيا واليونان. يتعرضون لعملية الصارقة. يتعلمون إذا عملية الاعتداء بالضرب. على عملية حتى الاعتداء الجنسي. على عملية يعرون. يجردون من ملابسهم. ويجبرون على العودة عبر نهر إفروس. حتى يرجعوا إلى تركيا. وهذه المسؤولية الكبرى التي تقع على الاتحاد الأوروبي في نفس الشهر. زارت ممثلة الاتحاد الأوروبي اليونان. وبدل أن تنتقد هذه المبارسات التي تكلمت عليها منظمة هومن رايتس وواتش. والتي تقول بأن المثاق الأساسي للاتحاد الأوروبي يقول بأن أي إنسان يطلب النجوء. لا يمكن إعادته قصرية لهذا البلد. هذه النقطة تحديدا. دكتور صلى الله عليه وسلم. أعود إلى السيد طارق. دكتور طارق. فيما يتعلق بالأزمة التي تدرك تماما بأن لبنان يعاني كثيرا سياسيا وإقتصاديا. هذه الأزمات هل تعكس حال الوضع الآن؟ هل بات اللجوء إلى مغادرة لبنان عبر البحر؟ هو طوق نجاة؟ هو المخرج الوحيد للأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان؟ أكيد كثير من الناس يحاولون أن يجدوا ملجأ آخر لكي يعتاشوا ويعيشوا بكرامة. أقل له تأمين الدواء. بعض الناس خرجت لأنهم لا يستطيعوا إدخال أمهاتهم إلى المستشفيات. إما بسبب الكلفة العالية أو بسبب عدم وجود الدواء. فيما دفعهم إلى الركوب في البحر. ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذه الأسباب يجب أن ندفع الإنسان إلى أن يموت. ولكن ما الذي جبر لهذا الإنسان على أن يخرج ويضحي بنفسه وأولاده؟ عندما ترى والد يقول أنه سوف يرسل أبنائه اتباعا. لو جاء خبر الأول أنهما سيرسل الخمسة الباقين. لأنه يعيش في حالة من الزل. إما الزل السياسي أو الأمني. إما حالة من الفقر والعواز. إما حالة من عدم الإحساس بوجود دولة أو مسؤولية. الدولة اللبنانية للأسف. عندما تقول الدولة اللبنانية. أولا الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية. غير مبالية بما يحصل في لبنان. كأن شيئا لم يكن. ما هو ردة فعل الدولة اللبنانية أو وزير الداخلية. مثلا على أن يغرق مئة شخص. هذه في الدول المتحضرة تجلب محاكمات. إسقاق بالحكومة. استغالة وزيرة الداخلية. محاكمة وزيرة العدل. أن الحكومة غير مبالية. غير مهتمة بإيجاد حلول. ولكن دكتور طارغاني. الجيش اللبناني أعلن عن توقيف المسؤول. والضالة في تهريب اللاجئين. برأيك إلى أي مدى يمكن للحكومة أن توقف هذه الرحلات. هذه العمليات. عمليات التهريب. وبالتالي تمضي في تقديم حلول تمنع من رحلات أخرى قادمة. هي القصة التي تتعلق فقط بتوقيف هذه العصابات الإجرامية. التي تنظم. وتستهدف هذه الشريحة من الناس. وتبتزها مقابل السفر. وتأمين المغريات. المشكلة الأساسية. هي حالة العوز. حاولت إفقار الناس. إذا سرقت إذاعات الناس في البنوك. ما هو الحل؟ هل يهاجف كل الشعب اللبناني؟ هذه المشكلة الرئيسية. المشكلة الرئيسية أن مراتب الموظف في لبنان. الذي كان يساوي ألف دولار. الآن يساوي خمسين إلى سبعين دولار. هذه الحالة بحاجة إلى حل جزري. الحالة الأساسية أنه لم يتم توقيف أي فاسد في لبنان. وهذه الحالات الغرق. إلى أي مدى ستكون ورقة ضاغطة على الحكومة اللبنانية. حتى تقدم حلول. الدولة اللبنانية صدقا عندما أقول أنها غير مبارية. لأن الطبقة هذه الطبقة. أنا أسميها هي حزب الفساد. الذي يحكم لبنان منذ 30 سنة إلى هذه اللحظة. ويدم كل الفئات السياسية. وكل الأطراف التي تشاركت في الحكومات اللبنانية. سواء كانت سياسية أو ميليشيوية أو غيرها. هم تحالفوا كلهم. واتفقوا على أن يحكموا هذا البلد. وفق صيغة طائفية مقيطة. سرقوا أموال الناس. الأحزاب السياسية في لبنان. أستاذ الكريم والوزراء. يعتبرون الوزارة والدولة. مكسب. يريدون أن يأتوا وينهبوا منهم ما شاءوا. وأنا استمعت إلى خطاب أمير قطر. في الأمم المتحدة. وحتى في السعودية. في الكمة الأخيرة. قال السياسيين في لبنان وفي العراق. يعتبرون الحكومة مكسب سياسي وغنيمة. وعلى هذا القاعدة. لم نجد أي توقيف لأي سياسي. سارك في النهب. وفي السلب. 300 مليار دولار إذا عاتل لبنانيين. في البنوغ ذهبت. لم يتم توقيف أي مصرفي أو مدير مصرف أو صاحب مصرف. الجرائم ترتكب. تهريب كابتاجون ومخدرات على مرأة ومصنع من الحكومة. لا يتم توقيف أي مجرم من هؤلاء. استباحة للمطارات وللأمن. ولنك في لبنان مشكلة أساسية. تحالف الفساد مع الإرهاب. مع الأحزاب. وتحالف الفساد مع الإرهاب. فقط الفساد للإرهاب. وقط الفساد للإرهاب. فسقطت الدولة. لم نرى القضاء اللبناني للأسف يقوم بتوقيف أي مجرم أو أي فاسد. الناس سئمت من هذه الحكومة. حتى أصبح يعرف أن لبنان دولة فيها سياسيين فاسدين. وهو لا يقبل أن يعطي مساعدات إلى لبنان. إلا بعض إصلاحات. ولبنان يقدم الوعود كحكومة. وليس هناك إصلاحات. لأنهم يعرفون أن السياسيين اللبنانيين بمعظمهم فاسدين. لذلك وضعت الوئة المتحدة الأمريكية عقوبات على عدد من الوزراء. كنت وزراء عليهم عقوبات نتيجة للفساد. ودعمهم للإرهاب. الدول الأوروبية. الدول المانحة. كل الدول تعرف هذا الأمر. كل الدول بعد انفجار مرفأ بيروت. قدمت لبنان المساعدات. وبينهم دولة تركية. التي كانت الدولة الأولى المبادرة بإرسال المساعدات. ولكن هذه المساعدات كيف ذهبت؟ ذهبت إلى المساعدات المجتمع المدني. قامت بتوجيهها لأنهم لا يصدقون الدولة. ولكن بعد تكرار هذه الرحلات الموت. إلى أي مدى يمكن أن تتحرك الحكومة. ولكن دعني أذهب أولا إلى ضيفي في بريس. دور المجتمع الدولي دكتور صلاح والاتحاد الأوروبي. لا سيما أن هذه الرحلات متوجهة إلى الشاطئ الأوروبي. كيف يمكن أن تقدم حلول لتلك الشعوب التي دعفعتها الأزمات السياسية والاقتصادية. إلى هجرة وترك بلدانها؟ بداية أول شيء تقوم به هذه الدول. هي أن تتوقف عن دعم الأنظمة الفاسدة. والنخب الفاسدة في دول العالم الثالثة وفي العالم العربي. هذه بداية. أولا لأنها لماذا تدعمها؟ لأن سياستها الخارجية هؤلاء تحولوا إلى تابعين للسياسة الخارجية لهذه الدول الغربية. لذلك يريدون بقاءهم على حساب هذه الشعوب. شعوب العالم الثالثة وشعوب العالم العربي. الأمر الثاني أن يجب على دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية أن تحترم مواثيق حقوق الإنسان التي دائما تتشدق بها وتتكلم عنها. مثاق الأساسي للاتحاد الأوروبي يمنع الإعادة القصرية لأي طالب لجوء وصل إلى دول الاتحاد الأوروبي. بدل أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمساعدة اليونان على توزيع هؤلاء طالب اللجوء على كل دول الاتحاد الأوروبي. تأتي ممثلة الاتحاد الأوروبي في شهر ثلاثة الماضي في الأراضي اليونانية على الحدود التركية. وتقول نحن فخورون بدرع الاتحاد الأوروبي الذي يسمى اليونان. بالرغم للمنظمات الدولية تقول أن هناك انتهاكات جسيمة في حق طالبي اللجوء. وصلت حتى إلى الاعتداء الجنسي. وصلت حتى إلى تعريت هؤلاء وتركهم في العراء. إلى إغراق القوارب وتركهم للموت في البحر. وكيف ينظر هنا المجتمع الدولي في هذه الممارسات تحديداً باليونان. ما تعرض له اللاجئين هناك من تركهم في عرض البحر. حتى الاعتداء عليهم كما تفضلت. وكذلك عبر المنافذ حتى البرية. لم تكن هناك أي سياسات أي تعاملات ترقى لمستوى الإنسانية. مع طالبي اللجوء على الحدود اليونانية تحديدا. كيف ينظر لهكذا ممارسات على الصعيد الأخلاقي والإنساني والمدني؟ إذا أردنا أن نحلل هذه الظاهرة. نقوم بعملية منهج مقارن بين ظاهرتين لجوء. ظاهرة اللجوء التي حدثت بعد الربيع العربي. وانطلقت من أفغانستان حتى سوريا نحو الالتحاد الأوروبي. وظاهرة بعد الحرب الأوكرانية. وهي بوجات الأوكرانيين الذين خرجوا في قلال أسبوع مليون ونصف. وجدنا هنا في كل العواصم الأوروبية. وجدنا وزاراء ينتظرون اللاجئين الأوكرانيين في المطارات وفي محطات القطار. وجدنا الناس تستقبلهم بالدموع والورود. هنا في باريس. لكن في الوقت نفسه يأتي وزير رئيس الوزراء ورئيس المجر. يقول أننا فخرون أننا نترك عربيا واحدا ولا مسلما واحدا. وماذا يعكس هذا برأيك؟ ما الذي يعكسه هذا؟ يعكس على أن الذي يسمى حقوق الإنسان هو أكبر كذبة تطلق نسمعها من أفواه المسؤولين الغربيين. لا توجد شيء يسمى حقوق الإنسان. توجد حقوق الإنسان الأبيض الغربي. حقوق الإنسان الأبيض الغربي. حقوق الإنسان الأبيض الغربي. هذه الحقيقة من المنظور الواقعي للعلاقات الدولية والأنظمة السياسية في أوروبا. هي ما زالت تفكر بالمنطق الاستعماري. إذا كان اللاجئ من أصول يهودية مسيحية. إذا كان اللاجئ من الدول الغربية والشعوب الغربية. إذا كان اللاجئ أبيضا في هذه الحالة يصبح إنسانا لديه حقوق. إذا كان هذا اللاجئ من شعوب آسيا أو شعوب أفريقيا أو من الشرق الأوسط أو من أي مكان آخر ببشرة سوداء. نعامله بالمنطق الاستعماري. أنت إنسان من الدرجة الثانية. نرسل عليك الكلاب المسعورة. ونضربك ونجردك من ملابسك. ونرميك في البحر. أما إذا كنت من أصول مسيحية يهودية. وكنت أبيضا وتأتي من دولة غربية. نستقبلك بالورود والدموع. وكذلك اليافطات التي تدعم وتستقبل الأوكرانيين في المطارات والمحطات القطار الأوروبية. ولا يستقبلك فقط المنظمات الإنسانية. تستقبلك الوزراء. هنا في باريس. الوزيرة في حد ذاتها استقبلتهم في محطة القطار هنا في باريس. على نحن الشعوب العربية أن تفهم هذه الظاهرة. أن قضية حقوق الإنسان هي مجرد كذبة لتبرير التدخل في شؤون الغير. أما حينما تتعلق حقيقة بحقوق الإنسان. نحن رأينا هنا المئات يبيتون في الشارع من طالبي اللجوء من الشارع الأوسط وإفريقيا وآسيا. بينما توجد مراكز استقبال اللاجئين. يوجد فيها العشرات من الأوكرانيين والمئات من الأسرة فارغة. هذه حقيقة التعامل للدول الغربية مع قضية حقوق الإنسان. نعم طيب دكتور طارق على خلفية توقيف الجيش اللبناني للضالعين وراء هذه الرحلات لطالبي اللجوء بالهجرة غير النظامية. هل هذا يعكس بأن الحكومة اللبنانية الدولة اللبنانية بدأت تتحرك للحد من هكذا. هجرات قد تؤدي في مآلتها إلى الموت. أكيد هذا التحرك مشكور ومهم جدا للجيش اللبناني. الذي هو أحد مؤسسات الدولة. وهو يعاني مثلما تعاني كافة الكطاعات العامة من مما يسمى حالة إفقار. أو حالة محاولة من قبل المسؤولين. شئنا أم أبينا محاولة إزلال لمؤسسات الدولة. وإفقار مؤسسات الدولة. حالة الجيش اللبناني الآن يكافح كما يقال بكل ما أوتي من قوة لكي يستمر. وهناك مساعدة الدولية تقدم للجيش اللبناني. لأن عنصف الجيش اللبناني وضابط الجيش اللبناني بحاجة إلى أن يعيش. يقدم مع عائلته مع عاشه. أصبح ليخفي سمن بنزين. يذهب ويأتي. وبالرغم من ذلك ما زالت هذه هي المؤسسة الوحيدة التي يعول عليها لضبط الأمن في لبنان. وما تقوم به عمل جبار. يستدعي المساندة والدعم. ولكن الجيش مهمته هو توقيف المجرمين. وبعد ذلك يسلمهم إلى القضاء. وهنا المشكلة الرئيسية. عندما تتدخل الأعزاب. تتدخل المحسوبيات بإطلاق صراحة. دون أن يكون هناك عقوبات رادعة. ولو كان هناك عقوبات رادعة. لما رأينا الذي رأيناه. لأن لبنان هو بلد التدخلات. بلد المحسوبيات. بلد المساومات. للأسف غياب سلطة القانون في لبنان. هي من تدفع اللبنان أو اللبنانيين إلى هذا الانتحار وهذا الهروب. لا سلطة للقانون. ولا سلطة للدستور. بمعنى آخر هناك سلطة للميليشيات. كيف؟ بفرض أمر واقع. بحجة مقاومة وغيرها. بفرض أمر واقع من قبل الأحزاب السياسية. بحجة الطائفية وغيرها. هناك تهميش تام للقضاء. وعدم حتى اهتمام بهذه المؤسسة. بل محاولة إزلال هذه المؤسسة. التي هي ركن أساسي من أركان قيام الدولة. موضوع العدالة. العدالة هو أساس الملك في أي دولة. أشكر كل سادة القانونة الدولية دكتور طارق شندب. وكذلك أشكر موصول لضيفي من باريس الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية. دكتور صلاح الدين القادري. شكرا. وشكرا لكم النظر الكرام في ختاب هذه الحلقة. تحية مني وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة